ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس حيث استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابع وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن بلغت 3453 كنيسة ومبنى تابعة كما استعرض الاجتماع أيضا موقف استفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة الاستفاء تلك الاشتراطات